أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم حساب الزمن المنقضي لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي فهيا نتعلم جمع وحدات الزمن وطرحها دعونا ننتقل الآن سوياً إلى التمهيد التالي ما الوقت الذي تشير إليه الساعة؟ لدي هنا ساعة وسألني ما هو الوقت الذي تشير إليه الساعة؟ ماذا تسمى هذه الساعة؟ أبطال ساعة العقارب ممتازين أين عقارب الساعات؟ أبطال هو العقرب القصير هذا هو عقرب الساعات وعقرب الدقائق أبطال هو العقرب الطويل الآن من يجيب كم الساعة؟ ممتازين أبطال زميلكم يقول ألاحظ أن عقرب الساعات لم يكن على الساعة الثانية تماماً يتبقى عليه عشر دقائق حتى تصبح الساعة الثانية تماماً إذن الساعة الآن هي الساعة الواحدة وخمسون دقيقة مساءاً سؤال آخر كم سيكون الوقت بعد ساعة؟ من يجيب؟ ركز جيداً كم سيكون الوقت بعد ساعة؟ أبطال سيكون الوقت بعد ساعة إثنان وخمسون دقيقة مساءاً كيف أتيت بهذا الجواب؟ بطال زميلكم يقول أضفت ساعة كاملة إلى الساعة الحالية الآن الساعة عندي واحدة وخمسون دقيقة قمت بإضافة ساعة واحدة فأصبح عندي الساعة الآن الثانية وخمسون دقيقة مساءاً بعدما لاحظنا هذا التمهيد البسيط الشيء دعونا نتعرف إلى مفهوم الزمن المنقضي الزمن المنقضي هو الفرق بين زمن بداية الحدث وزمن نهايته كلمة الفرق تعني عملية الطرح بين زمن بداية الحدث وزمن نهايته خذ زمن النهاية اطرح من زمن البداية سيعطيك الزمن المنقضي من خلال الأمثلة تتضح الفكرة أكثر مثال واحد وصل محمد إلى المكتب الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً وغادرها الساعة التاسعة وخمسة وخمسون دقيقة مساءاً ما الزمن الذي قضاه في المكتبة؟ ركز جيداً في السؤال المطلوم مني ما الزمن الذي قضاه في المكتبة؟ إذن لدي الآن شيئين لابد من تحديدهم زمن البداية وزمن النهاية وصل محمد إلى المكتب الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً بما أنه وصل هذا يسمى زمن البداية أبطال إذن زمن البدء الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً وغادرها الساعة التاسع وخمسة وخمسون دقيقة مساء غادرها يعني زمن النهاية إذن زمن الانتهاء الساعة التاسعة وخمسة وخمسون دقيقة مساء إذن حددت زمن البدء من السؤال لأنه وصل المكتبة الساعة السادسة وخمسة وربعون دقيقة مساء وغادرها هو زمن الانتهاء الساعة التاسعة وخمس وخمسون دقيقة مساء الآن أرغب في معرفة الزمن الذي قضاه في المكتبة كم قضى من وقت في المكتبة من الساعة السادس وخمس واربعين دقيقة حتى الساعة التاسعة وخمس وخمسون دقيقة مساء إذن نقوم الآن بالخطوات التالية نكتب الدقائق والساعات زمن الانتهاء الدقيقة خمس وخمسون والساعة التاسعة ناقص زمن البدء الدقائق خمس واربعون والساعات ستة إذن لاحظوا معي كتبت الدقائق والساعات زمن الانتهاء مطروحا منه زمن البدء إذن اطرح الآن الدقائق من بعضها البعض واطرح أيضا الساعات الآن نقوم بإجراء عملية الطرح خمسة ناقص خمسة تساوي صفر ممتازين وخمسة ناقص أربعة بواحد إذن خمس وخمسين ناقص خمس واربعين بعشرة نأتي الآن إلى الساعات تسعة ناقص ستة تساوي ثلاثة إذن لو تلاحظ معي الساعات ثلاثة والدقائق عشرة إذن أستطيع أن أقول أن محمد قضى ثلاث ساعات وعشر دقائق في المكتبة إذن ثلاث ساعات وعشر دقائق هي التي قضاها محمد في المكتبة ننتقل الآن إلى سؤال آخر أوجد الزمن المنقضي من الساعة التاسعة وعشرون دقيقة صباحا إلى الساعة الحادية عشر وثمانية وخمسون دقيقة صباحا لاحظ معي في التوقيت صباحا صباحا في هذا السؤال لابد من تحديد زمن البد وزمن الانتهاء من يعطيني زمن البد وزمن النهاية ممتازين زميلكم يقول البد الساعة التاسعة وعشرون دقيقة وزمن النهاية الساعة الحادية عشر وثمانية وخمسون دقيقة الآن أريد أن أأتي بالزمن المنقضي أقوم بكتابة الدقائق والساعات الدقائق أبدأ بزمن الانتهاء الحادية عشر وثمانية وخمسون دقيقة فلدي الدقائق هنا 58 والساعات 11 ممتازين الآن سنقوم بطرح زمن البدء من زمن النهاية فنكتب في الدقائق 20 والساعات 9 هذا هو زمن البداية اطرح الآن 8 ناقص 0 ب8 و 5 ناقص 2 ب3 إذن 58 ناقص 20 هي ب38 دقيقة نأتي الآن إلى الساعة 11 ناقص 9 يساوي 2 إذن نستطيع أن نقول أن الزمن المنقضي ساعتين و 38 دقيقة هذه ساعتين و 38 دقيقة ننتقل الآن إلى سؤال آخر أوجد الزمن المنقضي من الساعة العاشرة و 15 دقيقة مساء إلى الساعة العاشرة و 56 دقيقة مساء من يجيب؟ أبطال ممتازين زميلكم يقول ألاحظ أن زمن البدء هو الساعة العاشرة و 15 دقيقة و زمن النهاية أو الانتهاء هو الساعة العاشرة و 56 دقيقة دقيقة ممتازين إذن نكتب الدقائق والساعات فنبدأ بزمن النهاية فالدقائق 56 والساعات الساعة العاشرة ناقص زمن البدء الدقائق 15 والساعات أيضا 10 نبدأ الآن بعملية الطرح نطرح سويا 6 ناقص 5 ممتازين بواحد و 5 ناقص 1 بأربعة أبطال ممتازين إذن هذه الدقائق نأتي الآن إلى الساعة 10 ناقص 10 بصفر إذن الزمن المنقضي كم ممتازين أبطال إذن الزمن المنقضي 41 دقيقة فقط إذن من الساعة العاشرة و 15 دقيقة إلى الساعة العاشرة و 56 دقيقة الزمن المنقضي 41 دقيقة فقط ممتازين جدا ننتقل الآن إلى سؤال آخر أوجد الزمن المنقضي من الساعة السادسة و 14 دقيقة صباحا إلى الساعة العاشرة و 30 دقيقة صباحا أيضا لاحظ معي صباحا وهنا صباحا الآن من يستطيع أن يحدد لي زمن البدء ممتازين زي منكم يقول من لاحظ معي أوجد الزمن المنقضي من إذن هي البداية من هنا الساعة السادسة و 14 دقيقة إلى هذا هو زمن الانتهاء العاشرة و 30 دقيقة إذن نستطيع أن نكتب الدقائق والساعات فلدي زمن النهاية الساعة العاشرة و 30 دقيقة أطرح منه زمن البدء الساعة السادسة و 14 دقيقة الآن نبدأ بعملية الطرح ولاحظ معي جيدا في عملية الطرح صفر ناقص 4 هل أستطيع أن أطرح الأربعة من الصفر؟ لا أستطيع أقوم بماذا؟ ممتازين بإعادة التجميع فأقوم الآن بشطب الثلاثة وأخذ منها عشرة لأنها هي في منزلة العشرات وأضيفها إلى منزلة الأحاد فيصبح لديه هنا 2 في منزلة العشرات و 10 في منزلة الأحاد 10 ناقص 4 الآن أستطيع أن أطرح 10 أطرح منها 4 ب6 صحيح و 2 أطرح منه 1 ب1 إذن في هذا المثال في فكرة جديدة اللي هو عدد تجميع كيف أستطيع أن أقوم بعمل تجميع في الدقائق؟ نأتي الآن إلى الساعات الآن أطرح الأحاد صفر ناقص 6 لا يمكن ماذا أفعل؟ ممتازين أقوم بعد تجميع فأقوم بأخذ 10 واحدة من منزلة العشرات فيصبح لديه هنا 10 في منزلة الأحاد 10 ناقص 6 الآن أستطيع أن أطرح 10 ناقص 6 ب4 إذن أستطيع أن أقول أن الزمن المنقضي 4 ساعات و 16 دقيقة أبطال بارك الله فيكم ممتازين الآن سننتقل سويا إلى أسئلة التقويم اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي الزمن المنقضي من الساعة الثامنة و 18 دقيقة مساءا إلى الساعة التاسعة والثانية والعشرون دقيقة مساءا هو هل هو إجابة ألف؟ أو با أو جيم؟ كيف أجيب على هذا السؤال؟ أبطال ممتازين؟ زميلكم يقول لابد من معرفة زمن البدء و زمن الانتهاء من يعطيني زمن البداية؟ ممتازين الساعة الثامنة و 18 دقيقة ممتازين زمن النهاية الساعة التاسعة و 22 دقيقة إذن نقول الدقائق والساعات أبدأ بزمن الانتهاء فعندي الدقائق 22 والساعات 9 أطرح منها زمن البدء وعندي الدقائق 18 والساعات 8 اطرح الآن 2 ناقص 8 هل أستطيع أن أطرح؟ ممتازين؟ لا أستطيع نقوم بعملية ماذا؟ يعادل التجميع صحيح فأقوم بالشطب على 2 في منزلة العشرات فيصبح لدي 10 واحدة وأقوم بإضافة 10 إلى منزلة الأحد الأحد عندي كم؟ 2 عندما أضيف إلي 10 تصبح 12 صحيح الآن أستطيع أن أطرح 12 ناقص 8 بـ 4 صحيح ومنزلة العشرات 1 ناقص 1 بـ 0 ولا يكتب إذن لدي هنا أربعة في الدقائق نأتي للساعات 9 ناقص 8 بـ 1 إذن الزمن المنقضي نلاحظ الساعات ساعة واحدة والدقائق أربع دقائق إذن لاحظ الجواب الأول ساعة وأربع دقائق إذن الزمن المنقضي ساعة وأربع دقائق أين الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم هي ألف ساعة وأربع دقائق الآن بعدما استعرضنا الأمثلة والتدريبات وأسلة التقويم دعونا نلخص درس اليوم تعلمنا اليوم جمع وحدات الزمن وطرحها الخطوة الأولى أكتب الزمن بوحدتي الساعة والدقيقة الخطوة الثانية اطرح زمن البدء من زمن الانتهاء الخطوة الثالثة اطرح الساعات من الساعات والدقائق من الدقائق إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أسأل الله لعلقدي لكم التوفيق والسداد في أمان الله